موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد نبدأ جولتنا الصحفية من جديدة اليوم السابع ونقرأ يوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري تحت عنوان المكتبة البابوية الجديدة تتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع صورة لقدسة البابة ودروس الثاني والأباء أعضاء المجمع المقدس خلال افتتاحهم للمكتبة البابوية المركزية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبابي شوي بوادي النطرون والتي تعد أول مكتبة مركزية بالكنيسة تساهم في حفظ الكتب وخاصة القديم منها كما أعلن قدسته وفي سياق متصل جاءت افتتاحية العدد لقدسة البابة ودروس تحت عنوان المعرفة والمكتبة حيث استعرض في بداية مقاله عشرة معلومات حول هذا الصرح وقال المكتبة تمثل أحد أركان المنظومة التعليمية في كنيستنا سميت البابوية لأنها ستحظى بالإشراف المباشر من البابة البترياركة سميت المركزية لأنها ستكون الوعاء الرئيسي للمعرفة بجوار عدد كبير من مكتبات الأديرة والكنائس قام بتصميم المكتبة أحد المهندسين النصريين الشباب وذلك على طراز المعماري اليوناني وقت تجسد السيد المسيح قام بالتنفيذ مهندسون إنشائيون هم أصلا خدام بالكنيسة وشمامسة قامت المكتبة على تبرعات الكنائس والأديرة والإبارشيات في مصر والخارج قدم الكثير من الأقباط العديد من الكتب القديمة والجديدة كما أهدى عدد من شبابنا خارج مصر المكتبة بكتب وموسوعات بلغات متنوعة أهدى بعض الأحبار الأجلاء أجهزة تساعد في أعمال المكتبة وتم الاستعانة بخبرات الأديرة في إدارة المكتبات مثل دير البرموس وأبو مقار ومارمينة بأسيوت وسيتم أيضا تكوين مجلس للأمناء ومجلس إدارة المكتبة تحت رئاسة البابا الباتريارك حيث تقوم بأداء مهمها بأفضل صورة وفي ختم مقاله لفت البابا إلى أن المكتبة سوف تفتح أبوابها قريبا للزيارات وذلك بهدف التعرف على إمكانياتها ومحتوياتها وننتقل إلى الموقع الإلكتروني لجريدة أخبار اليوم حيث نقرأ يوم الأربعاء الموافقة 11 ديسمبر الجاري تحت عنوان الكنيسة القطية الأرثودكسية تحيي الذكرى الثالثة لحادث الكنيسة البتروسية أقامت الكنيسة القطية الأرثودكسية قداسا إلهيا لإحياء الذكرى السنوية الثالثة وذلك بالكنيسة البتروسية بالعباسية يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري جدير بالذكر أن الحادث الإرهابي وقع في 11 ديسمبر عام 2016 أثناء حضور عدد من المصلين للقداسة الإلهية بالكنيسة البتروسية وذلك بعدما فجر انتحاري نفسه ما أدى إلى استشهاد 29 قطيا أغلبهم من النساء والأطفال مشاهدين إلى هنا انتهت حلقتنا بقي فقط أن نذكركم بأهم العنوين الذكرى السنوية الثانية للراحل الدكتور ثروة باسيلي نيافة الأنبابخوم يوسيو داشين كنيسة الأمير بوغتر في عيده في البحيرة واي براشية باريس وشمال فرنسا تحتفل بختام مهرجان الكرازة المرقصية اشتركوا في القناة